بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الدوران للسلة الرابعة متوسط اخترنا مثاله لبيام 2011 قال المستوي مزود بمعلم متعامد ومتجانس OEG علم النقط A و B و M وبين أن B هي صورة A بالدورة الذي مركزه M وزاويته المحطة الزاوية هي M A M B تابعوا جيدا الزاوية المحصورة نتابع هنا أبناء نقطة بالنقطة السؤال الأول قال أعلم النقط A لاحظوا نحن نعلم أبناء أن كل نقطة لا إحداثيات X و Y حيث هنا هذا يكون على محور الفواسل وهذا على محور التراتيب هذا هو الشرط الأول تعالوا الآن أبنائي هاو عندنا المعلم ونعلم كل نقطة لا إحداثيات إذن عندنا النقطة A لهي ناقص واحد على X ها هو محور X هذا هو محور X وهذا هو محور التراتيب لهو إحداثيات تابعوا إذن ما هي النقطة إذن عندنا أبناء النقطة ناقص واحد على الـ X ها هي الناقص واحد على الـ X وعندنا والإثنان على الإقلاق ها هي الإثنان على الإقلاق لأن هنا واحد على الإقلاق وهنا إثنان تابعوا إذن لو نقوم بعملية الربط من هنا ها كذا لاحظوا والربط من هنا ها كذا لنجد أن النقطة A سوف تكون أكيد في هذا الموضع هنا النقطة A في هذا الموضع هنا تابعوا جيدا أبنائي يمكن أن نحذف هذه الخطوط لأننا لا نحتاجها هكذا نأتي كذلك إلى النقطة B النقطة B يا أبنائي ماذا؟ ثلاثة ها هي الثلاثة مع ماذا؟ مع إثنان مع إثنان معناه سوف تكون في هذا الموضع النقطة يعني تقاطع هذان الخطان إذن تكون هنا النقطة ماذا؟ النقطة يا أبنائي B بهذه البساطة انظر الأمر جد جد بسيط ثم عندنا كذلك لاحظوا هذه الخطوط هي خطوط خفيفة جدا عندنا إذن هنا نختار النقطة حتى تكون مضبوطة 100% إذن ها هي النقطة B نأتي الآن يا أبنائي إلى النقطة M زائد واحد مع ماذا؟ زائد واحد مع ناقص واحد لاحظوا زائد واحد مع ناقص واحد ها هي الناقص واحد إذن هذان الخطان يتقطعان في هذا الموضع فتكون النقطة M هنا كما تلاحظون أفوال يعني نقرب أفضل هكذا إذن ها هي النقطة M أما البقية لا دعي لا نحتاج هذه الخطوط هكذا بالإنجاز هذا حتى التعلم يا أبنائي كيف تتم العملية بطريقة جد جد بسيطة ها هم النقاط علمناهم يا أبنائي لو جاءت أحد النقط مثلا أعطيكم مثال لو جاءتنا أحد النقط مثلا C مثلا 0 1 على محور الفواسل 0 وعلى محور التلاتي بواحد معناه تأتيكم النقطة C في هذا الموضع هنا أما إذا جاءتنا مثلا نقطة D مثلا نقطة D مثلا واحد أو ناقص واحد مثلا صفر على الإكس ناقص واحد تكون في هذا الموضع أما الإقلاق صفر فتبقى هي هنا النقطة D في هذا الموضع كما أشير هذه أمور عليكم بالانتباه لها يعني تقع لأحد المحاور الآن بعدما أكملنا مع هذا السؤال يا أبنائي جاء السؤال الذي بعده قال بين أن B هي صورة A بالدورة التي مركزه M وزاويته هي المحصورة إذن ما بين M أو M نلاحظوا جيدا إذن نقول البرهان أن إذن البرهان أن ماذا؟ أن هذا تابعوا جيدا أن تابعوا إلى هذه الجملة ونقوم بنسخها إذن هكذا البرهان أن نتابعوا أن هذه الجملة صحية البرهان أن هكذا الآن يا أبنائي للبرهان على هذا السؤال أولا قال B B هي صورة A بالدورة الذي مركزه M M وزاويته رأسها ماذا؟ M لاحظوا ما معنى معنى تصبح كذا هنا M لاحظوا M A انظروا وماذا؟ و M لاحظوا الزوية و M B هنا وقال هو الدوران ما معنى الدورة؟ معنى لو نأتي بالمدور سوف نلاحظ وجود دوران انظروا ها هو المدور يا أبنائي ونقوم للتدوير هكذا ونأتي إلى هذه النقطة ولاحظوا ها هي النقطة A كيف لو تمت بعمل الدوران لاحظوا الدوران مدور انظروا النقطة A تتحول إلى النقطة B هكذا انظروا من هذه النقطة من هذه النقطة لاحظوا هذه النقطة A هذه النقطة A تحولت عبر هذا الدوران ها كذا يا أبنائي انظروا ها كذا جاءت فأصبحت هنا في B إذن B هي صورة A يعني النقطة الآ أصبحت صورته هي B بالدوران الذي مركزه ها هو المركز ها هو المركز وزاويته ماذا زاويته يا أبنائي لاحظوا جيدا ها هي إذن من هنا هكذا تأتينا تلك الزاوية معناه من هذا المكان تنطلع ها هي الزاوية من هنا إلى هنا كما تلاحظون هذا القوس الذي ظهر بالأحمر هذه الزاوية هي اسمها مثلا ألفا تابعوا نقطة بنقطة إذن نقول حتى تكون B هي صورة A B الدوران الذي مركزه تابعوا مركزه M وزاويته ما هي الزاوية هي الزاوية A B لاحظوا هكذا عفوا هكذا يا أبنائي الزاوية المحصورة معناه رأسها هو النقطة M التي تقع في الوسط يجب أن ماذا تقول قائدة لو تدققوا يا أبنائي بما أنها دائرة معناها لو نأتي بالمسطرة معناها علينا أن نقول أن هذا البعد لاحظوا هذا البعد يا أبنائي إذا قلنا من هنا البعد كم هذا يجب أن يكون يساوي هذا البعد ما معناها معناها علينا أن نقول البعد A M A عفوا بالرغم هو مجرد مسافة تبقى صحيحة مهما كان M A تساوي M B هذه هي القائدة إذا الزاوية موجودة الزاوية هي M A M إذن ها هو المركز مركزه هو هذا المكان هي النقطة أهم فإن هذا البعد هذا البعد M A يجب أن يكون يساوي M B بهذه البعضة إذن يوجد لنا إذن دوران دائرة يعني جاء من دوران الآن نأتي إلى حساب هذا الطول يا أبنائي الطول الطولان لذان تلاحظون معاهم إحداثيات النقط وتعالوا نقوم بالحساب فقط تابعوا إذن ننطلق أولا من M A M A تصنع بقاعدة الجذر ها هي قاعدة الجذر التي نعرفها تصنع X A عفوا إذا قلت X X A ناقص X M مربع مربع زائد النهاية نقص البداية Y A ناقص Y M الكل مربع هذه القاعدة دائما النهاية نقص البداية تصبح لنا M A يساوي خط الكسرة ونظروا على ماذا سوف نتحصل أبنائي فنتحصل M X A هذه القاعدة X A ناقص 1 ناقص X M تصبح لنا ناقص 1 الكل مربع زائد Y A A ناقص Y M تصبح لنا ناقص ناقص 1 هكذا أبنائي ناقص 1 فتصبح لنا M A يساوي بخط الكسرة انظروا هكذا تصبح لنا هذه كم تصبح لنا ناقص 2 مربع ناقص 2 مربع لو تعطوها بالآن الحسبة سوف تعطيكم 4 زائد لاحظوا الى الناقص والناقص ماذا الناقص في الناقص يصبح لنا هنا زائد تصبح لنا هنا كليا زائد ليصبح لنا ثلاثة مربع لهي تسعة إذا يصبح لنا M A يساوي لنا ماذا الجذر ثلاثة عشر ها هو الآن هذا ال M A نأتي ال N إلى نفس الشيء إلى ال M B ونحن قلنا الشرط يجب أن نجد هذان المسافتان متساوية نأتي ال N إلى إذا ها هي ال M A نأتي إلى M B تساوي بنفس الخطة ها كذا يا أبنائي تصبح لنا انظروا نأتي به هكذا تصبح لنا X B ناقص إذا تصبح لنا X B هي ثلاثة ناقص X A وهي واحد لكل مربعة تحت الجذر إذا ثلاثة ناقص واحد لكل مربعة زائد Y 2 Y أكيد B ناقص Y A تصبح لنا ناقص ناقص واحد هكذا تصبح لنا ناقص ناقص واحد تصبح لنا زائد واحد لكل مربعة انظروا يا أبنائي تصبح لنا Ah B يساولنا ثلاثة ناقص واحد هما هي لهي 2 مربعة وهى الأربعة زائد هذه كم تصبح لنا ثلاثة مربعة تحت الجذر و Aqui حنا This A An B تصبح لنا جذر 13 وتصبح لنا أنظروا ماذا تسألنا يا ابني؟ تسألنا ام ا ا لاحظ اذا ام بي تسألنا ام ا ا اذا مباشرة نقول ومنه هو ومنه التحويل ما هو يا ابني؟ دوران بهذه البساطة بما ان وجدنا ام بي يسألنا ام ا او يسألنا جيدة 13 فيصبح هذا التحويل الذي نتحدث عليه هو دوران مركزه مركزه ام وماذا؟ وبصورة ماذا؟ ا بهذه البساطة فقط زاويته هي قلنا ا ام بي اذا ها هي الزاوية هي الزاوية التي رأسها ماذا؟ الرأسها ام بهذه البساطة فقط يا ابنائها قد تعلمنا هذا الدرس وفي الاخير ابنائي وابناتي نرجوكم ان لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية وزوروا موقعا هي صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة